اشتركوا في القناة فاجعت صلب المسيح المأساوية واللي ضربت المؤمنين به بحل شي قنبولة نووية مكانتش هي نهاية القصة بدأت بداية جديدة اللي غتغير ملامح العالم ديالنا للأبد عنوان حلقة اليوم يقدري يفاجأ الناس اليوم تنهض عن المسيحية كديانة مستقلة بدأتها هاد شي كان مختلف تماما في البداية عبارة المسيحية اليهودية او اليهودية المسيحية او المسيحيين اليهود او اليهود المسيحيين هي عبارة الدارت باش تعبر على المسيحيين الاوائل اللي كانوا يهود لكن المشكلة هنا ان كين فيهم من هاد المسيحيين الاولين كين فيهم اللي بقاهم حافظين على تعالم التوراة وكاين اللي مبقاوش فالعلماء اختلفوا فشنو هو المعيار أننا نقولوا على يهود يعتانق المسيحية أنه يهودي مسيحي واشتبع التوراة هو المقياس واللي تبع غير أجزاء وخلى أجزاء أخرى واش غير يدخل في هاد الكاتيجوري ولا لا شنو نقولوا عوتاني على دوك اللي ماشي يهود ولكن من دخلوا للمسيحية داروا بتعالم التوراة بحل ليهود أو خلوا أجزاء واخدوا بأجزاء أخرى بحل واحد تبع كل شي ولكن ما تخطنش كين إذن مناطق رمادية اللي ما وضحش إلا أن تباع تعاليم التوراة هو المعيار الرئيسي اللي بقى مسيطر ليهود اللي كانوا تيأمنوا بأنهم شعب الله كانوا فوق المسيح تعيشوا واحد الأزمة حقيقية اللي طولت بزاف كانت تستعليهم كوارث كتيرة أزمة السبيل البابلي طبعاً ومن بعد كانوا ديمة تحت الرحمة ديالشي قوة كبيرة في القرن الأول الميلادي كانوا ليهود تحت السيطرة الرومانية وكانوا مشتتين كيف ما شفنا كانوا مشتتين في مناطق متفرقة ديال الإمبراطورية هذا التماري اللي داست عليهم دخلاتهم في جدالات دينية اللي كلها تتحاول جاوب على السؤال علاش الله ما تدخلش باش ينقض الشعب دياله هنا بدات مجموعة ديال التفسيرات أو ممكن نسميوها التبريرات بدت تتبان من هالتفسير أن الخطأ كين في بنادم بنادم اللي ممتبعش الوصايا ديال الله إلا بغي تتخلي ديك العلاقة السبيسيال بينك و بين الرب ديال موسى يعني ديك ستاتوي ديال شعب الله فخاصك تكون محافظة على الأوامر والنواهي دياله هنا غادي تلقى دوك اللي ولو تيبالغو في تيباع كل شي بأدق التفاصيل وباقية شتة اليوم يعني ما زال كينين اليهود الحارديم أو لزولترا أورتودوكس كما تسموا اللي تيحاولوا يطبقوا بأدق التفاصيل التعاليم ديال الرب جانب آخر من اليهود خرجوا أو ربما خسني نقول بععدوا هاد شي من رأسهم يعني بععدوا هاد الأفكار من بالهم يعني المجيء ديال الرب والخلاص والله غير تقشع بإسرائيل وغير رجع المملكة ديس هذا شي كامل ما بقاوش في المركز الأول ديال الاهتمامات ديالهم ففي هاد البيئة هادي المشحونة في هاد المعمعة غايدخل المسيح في الصورة وخاصة الصلب والقيام دياله حسب الإيمان المسيحي طبعا غايجي هاد هاد شي هذا غايرجح عند اليهود دك الإيمان أن الله تدخل في الحياة ديال الشعب دياله بواحد طريقة فاصلة فشوف ده بكي فاش تحولات واحد الحاجة اللي هي كارتية اللي هي الصلب ديال القائد ديال الجماعة غادي تحول لوحد الحاجة قمة في الروعة لأن لو أن المسيح ما قامش إذن ما كينوالو تكشي علش بولوس تيقول في رسالة كورينثوس الأولى الأصحاح 15 العدد 14 تيقول أنه لو لم يقم المسيح فكرازت هنا إذن باطلة وإيمانكم أيضا باطل بلا قيمة المسيح ما كينتشي حاش المسيحيين الأولين ما كانوش يعتبروا رأسهم أتباع ديال دين جديد حياتهم كلها كانوا يهود وبقاوا يهود بالنسبة لهم الماجئ ديال المسيح كانت تسلسل طبيعي ديال إيمانهم ليهودي المسيح اللي كانو تتنوه هو اللي جانيت لهذا بقاوا هاد المسيحي الأوائل بقاوا محافظين على الشباط يوم السبت بقاوا تيمشيوا للهيكل وزادوا نهار الحد الحد كانوا تيحتافلوا فيه بقيامة المسيح الريوس الكبيرة ديال كنيسة أورشاليم الأولى ومنين تنقولوا كنيسة رأى ماشي بمعنى ببناية كما معروف اليوم وإنما سأدروع لجماعة المؤمنين اللي كانوا في الغالب تيجمعوا في الديور أو في الخلق الريوس الكبيرة كانوا أولا يعقوب أخو الرب اللي تتسمى كذلك يعقوب البار كان هاد السيد معروف بالإيمان دياله كان معروف بالاتباع دياله للتعاليم ديال التوراة هادي يعقوب هو ربما أفضل ممتيل ديال المسيحية اليهودية وخاما كانش من تلاميذ المسيح 12 ولكن كانت عنده قيمة كبيرة كانت عنده قيمة كبيرة بزاف لدرجة أنه اعطاوه من بعد لقب أول أسقف ديال أرشاليم هو الشيف ديال الجماعة بالنسبة لقب دياله أخو الرب كان مجموعة ديال الآراء منها أنه فيعلان خو الماسيح من يوسف ومريم منها أنه كان غير من العائلة ومنها أنه كان من ولاد يوسف قبل مريم ومنها أنه غير لقب وصافي ما كان تشيحاش بجانب يعقوب عندنا بطروس بطروس تلميذ مشهور ديال المسيح ولكن هاد بطروس مو حالش واش كان بنفس درجة يعقوب لكن كانت هو عمود مهم رئيسي من أعمدة الكنيسة المسيحية اليهودية الأولى في أرشاليم صراحة ما عندناش معلومات كثيرة على هاد الجماعة تلكتاب المقدس ما تعطيناش تفاصيل كبيرة غير شوية مننا هنا وانا يعني الفكرة اللي نقدروه نكونوها على هاد الجماعة هي فكرة عامة غالبا هاد الجماعة كانت محافظة على علاقتها بالهيكل وكانت ناشيطة تبشيريا وسط اليهود ربما كانوا تشوفوا رأسهم حركة جديدية ولكن دائما داخل المنظومة الدينية اليهودية هاد الجماعة بقتت سن المجيء الثاني ديال المخلص فكانت متشبعة بواحد دفعة روحانية كبيرة تصور أنك تتآمن بشخص تصلب وغلب الموت وناد رجع للحياة وطلع للسماء وقال لك أنه غير يرجع إلا ما حسيتش بواحد دفعة روحانية كبيرة رك حجر يعني داك الشكل اللي كان في الأول بعد الصلب تحول لواحد الإيمان في ولادي فهذا الناس هادو بدأوا تشوفوا أي إشارة من قريبة وبعيد على المسيح في العهد القديم يعني في الكتب دين اليهود بدأوا يشوفوها أنها نبوء أعليه فمش داك شي بعيد تتوصلنا الولادة المعجزة وصلنا الناس بداود وزيد وزيد هذا التصرف كان منطقي نوعا ما لأنه إلا ما لقيتش حلول باش تشرح ديك الصدمة دي الموت القائد الروحي فخاصك تبين أن كل شيء غادي حسب خطار ببانية خاصك تلقى الدليل في التوراة وفي كتب الأنبياء خاصك تزيد العطرية باش تبنان الطنجية الأمور ممشتش بلا مشاكل من الدبار بدأوا الحزازات من جهة عندك مجموعة العبرانيين ومن جهة عندك مجموعة اليونانيين هذورها كلهم يهود سأنا ندروش على شيء وحدين دبا خارج اليهود اليهود العبرانيين هما هذوك اللي بقوا محافظين على اللغة والتقاليد دي لجودهم وليهود اليونانيين هما دوك اللي نفاتحوا على الثقافة اليونانية الواضح هو أن اللي كل الضقف الأول هما ليهود اليونانيين سفر أعمال الرسول تعود لنا قصة مشهورة دي الأول شهيد والأشهر شهيد دي المسيحية اللي هو استيفانوس هاد استيفانوس هادا تحاكم في مجمع اليهود والترجم في حين أن المسيحيين العبرانيين اللي تشدو التهوما ما تقتلوش نفس سفر أعمال الرسول تيقول لنا أن بطرسوا طابقتهم المسيحيين العبرانيين ضربوهم قالوا ليهم حبسوا ما تبقاش تديروا التبشير العداء إذن كان موجه في الأول لليهود المسيحيين اليونانيين لماذا تقولوا هاد الهضراء لأن التامين بدأ للطهاد بداية للطهاد والملاحقة دي المسيحيين في أورشاليم المؤمينين بدأوا تيهربوهم من المدينة ولكن بطرس والشلة دياله بقاوا ما دالوا ليهم والوا بحال إلى مجمع اليهود تجاهلهم ومحداه تجاهلهم ومش تقلب على ذوك اليونانيين ولا دي الحرام نهاية كنيسة أورشاليم الأولى أو بتعبير آخر نهاية اليهودية المسيحية غتبدأ مع الطهاد ديالهيرودوس أغريباس الأول هاد السيد ولا الحاكم اليهودي تحت سلطة الرومان على منطقتين الجليل واليهودية من هاد الوقت والمسيحيين الأوائل ديالأورشاليم يا إمتي تقتلوا يا إمتي تحبسوا يا إم هاربين واحد من اللي تقتلوا هو يعقوب البهر اللي هضرنا عليه أخو الرب باش للخصوا كل شي المؤمين اللي تبعوا المسيح في الأول كانوا يهود وبقاوا يهود وحاولوا يقنعوا الليهود خودهم بالمسيح الدعوة ديالهم ما صدقاتش أغلب يدي الليهود رفضوهم ونضط عليهم الحياة هاد الجماعة بقاوا محنسرين منعازلين ما قابل بيهم حد ما حاملهم حد في المقابل المسيحية اليونانية بدأت تتنتشر نتيشار كبير وبشوية بشوية ماتت اليهودية المسيحية وبقات غير المسيحية اليونانية المسيحية اليهودية لقات معارضة من جه الجهة من جهة اليهود ومن جهة الكنيسة الأممية يعني غير اليهودية هاد شي اللي غاد يقضي عليها في الأخير وغاد تبقى فقط ذكرى في التاريخ هاد الشرخ اللي وقع غاد تكون عنده تداعيات خطيرة غايت تحول العداء ضد اليهود من المسيحيين تأباء الكنيسة غايت يقولوا كلام خايب على الجماعات المسيحية اللي كانت متشبتة بشي حاجة ديال الطقوس اليهودية غايت تهموها بالهرطقة المسيحية غايت لح جلاب اليهودية وغايت لبس جلاب جديدة خاصة بها المسيحية غايت تولي ديانة جديدة منفصلة على اليهودية في الحلقة الجاية غايت ترى كيفاش انتشرت المسيحية بالأمميين الناس اللي مش يهود غايت تعرفوا على شخصية أساسية في تاريخ المسيحية الشخص اللي تسمع عند بزاف أنه مؤسس المسيحية الحقيقي بولوس الرسول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة